أهلا بكم شدد قداسة البابا فرانسيس على أهمية التذكير بأن الجماعة المسيحية هي بطبيعتها رسولية وأن كل مسيحي هو عطية الروح القدس لذا فهو مدعو لمواصلة عمل يسوع ومعلنا للجميع فرح الإنجيلي وحاملا تعزية الإنجيلي في الأوضاع المختلفة لتاريخنا الجريح وواصل قداسته الحديث خلال استقباله في روم المشاركين في الجمعية العامة للأعمال الرسولية الباباوية فقال إن من يدعو محبة المسيح تجذبه فهو يشعر بالتوقي إلى أن يحمل إلى الجميع الرحمة والشفقة النابعتين من قلب المسيح وتوقف الأب الأقدس عند قلب يسوع والرسالة فقال إننا حين نتأمل في قلب يسوع نكتشف تصميم الله العظيم للبشرية وبإمكاننا أن نلمس في قلب يسوع حب الآب اللامتناهي فهو يحبنا حباً أبدياً ويدعونا إلى أن نكون أبنائه وأن نتقاسم الفرح الذي يأتي منه